السلام عليكم كتير بيسألوني يومياً أسئلة كتير جداً بيديلي أعمل الطقم أخد كم متر ساري وأخد كم متر قماش طب لو طقم أطفال أجيب كم متر ساري وكم متر قماش طبعاً الكلام ده كله بيتوقف على العوام الكتير قوي منها الساري عرض كنار واحد أو كنارين هنعمل كرانيش ولا مش هنعمل كرانيش طب هحط على الخددية كرانيش ولا هعمل الخددية من غير كرانيش حاجات كتير جداً بتتوقف عليها عدد الأمطار مش مجرد أن أنا بس أل سؤال أخد كم متر يبقى أنا هقدر أقول لحضرتك هتغضي كم متر بالزبط تابع الفيديو للنهاية عشان تشوفي إزاي هتعرفي تحسبي مقسات الطقم اللي هتجي بيه إذا كان ساري أو إذا كان قماش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً برحب حضراتكم كتير جداً بتمنى لكم جميع أن تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال زي ما قلت لحضراتكم في أول الفيديو إن بيجي أسئلة كتير يومياً أخد أجيب كم متر ساري وكم متر قماش عشان أعمل الطقم الساري طبعاً بيبقى صعبة عليها أن أنا أجاوب في الكومنتات أو في الرسائل لأن الموضوع ده بيختلف باختلاف الموديل اللي إحنا عايزينه مش مجرد أن أنا قلت لحضراتك جيبي ثلاثة أو جيبي ستة أو جيبي كذا هتعرفي أنت عايزة إيه بالزبط لازم تحددي أنت عايزة إيه فيه ناس بتبقى عايزة تعمل الطقم يعني تحط الساري ده على وش الملاية على طول يكون مفروض يعني هنشوف كده ممكن نبقى عايزين نعمله بالطريقة دي كده يكون مفروض كده على وش الملاية بالطريقة دي كده يبقى مفروض بالطريقة دي كده على وش الملاية يدوب عامل شكل بس شكل الساري وفيه بنبقى عايزين نكشكشه فيه بيبقوا عايزين كشكشة كتير فيه بيبقوا عايزين كشكشة قليلة فاحنا هنشوف مع بعض كده ازاي احنا نقدر نحدد احنا عايزين نعمل ايه بالزبط وهناخد كم متر بالزبط الاول احنا هنبدأ بالساري وبعدين هنشوف القماش لان القماش معروف ان الطقم الفلاد بياخد كذا بس هنقول تاني بس في اخر الفيديو طيب احنا لو احنا عايزين نعمل الساري فيه نوعين من الساري فيه النوع ده اللي هو بيبقى بكنار واحد ومن الجنب التاني بيبقى زي كده مثلا بيبقى الشكل ده كده بالطريقة دي كده ده بيبقى اسمه كنار واحد طبعا مقاساته بتختلف عن الكنارين احنا هنخلي حلقات للكنار الواحد وحلقات للكنارين طيب هنشتغل الاول في الكنار الواحد ده هنقول لو احنا عايزين نعمل طقم يكون الساري عليه بالطريقة دي كده يبقى احنا هنحتاج على عرض القماش عرض القماش معايا دايما بيبقى مترين واربعين طيب انا لما احتاج اعمل الساري مفروض بالطريقة دي كده هحتاج متين واربعين يعني هنحتاج مترين ونص من السار باخد الاول الكورنيش على حسب ما انا عايزة ممكن اعمل الكورنيش خمسين او خمسة وخمسين او اربعين على حسب ما انا عايزة الكورنيش العادي احنا بناخده خمسين باقي اللي بيتفضل معايا من المترين ونص بعمل بيهم شكل على الخددية وبعمل شكل على المخدة ان امكان على حسب القماش معايا وعلى حسب الموديل اللي انا عايزة اعمله طيب لو انا عايزة اعمل يبقى فيه كشكاشة شوية لو عايزين نعمل كشكاش شوية بنجيب تلاتة متر يبقى بناخد مترين واربعين وبنكاشكش الستين سنتي بس بتبقى كشكشة بسيطة طب لو انا عايزة اخلي الكشكشة تبقى كتير طبعا انا بتكلم على الطاق الكبير طيب لو عايزة اخلي الكشكشة اكتر بجيب اربعة متر طبعا كل ما بزود القماش كل ما الكشكشة بمعايا بتبقى اكتر كل ما بيفيد معايا قماش عشان اعمل شكل على الخددية واعمل كرانيش للخددية يعني أنا بشوف باخد الشكل اللي أنا عايزة لأول للميلاية واللي بتفضل معايا بشوف بقى بكيفه على أساس إن أنا لو عايزة أعمل شكل على المخدة مثلا أحط لها شريط في الأول كده لو عايزة أعمل على الخددية كرانيش لو مش عايزة خلاص تمام ده بالنسبة للساري الكنار الواحد طيب لو أنا عايزة أعمل طيب أطفال برضو نفس الفكرة الميلاية معايا بتاخد عرضها مترين واربعين سمتي اللي هو من البرسل للبرسل ده عرض القماش يبقى احنا بنضاعف الكمية له عشان احنا بنعمل ميلايتين طيب الأطفال بيبقى ميلايتين لما كون هعمل ميلايتين لو أنا عايزة مفروض بالطريقة دي كده يبقى أنا هاخد قيمة الميلايتين يبقى هاخد مترين ونص مترين ونص خمسة متر واللي هيتفضل معايا بقى القماش هو ده اللي أنا هعمل به الخدديات أيا كانت بقى إذا كانت خدديتين أو أربع خدديات لأنه كان فيه متابعة سألتني لسه مبارح وبتقول لي عايزة أعمل طبعا أنا مقدرش أقول هتعملي تاخدي كم متر بالزبط لأنه أنا مش عارفة الموديل اللي حضرتك عايزة تعمليه مش عارفة عايزة كشكشة كتير ولا كشكشة قليلة ومش هينفع في رسالة مثلا أقولك تاخدي قد إيه أو هتعملي بكرانيش أو مش بكرانيش هيبقى صعب فأنا قلت أشرح الكلام ده في فيديو أفضل طيب لو إحنا هنعمل مليتين أو هنعمل سرير أطفال سريرين أطفال هناخد إيه لو إحنا عايزين نعمل وماش مفروض كده يبقى هنجيب خمسة متر تمام عشان هنعمل مليتين لو عايزين كرانيش يبقى هنجيب ستة متر لو عايزين نزود الكرانيش يبقى هنجيب سبعة متر أو تمانية أو تمانية متر تمام يبقى احنا كده عرفنا بالنسبة للكنار الواحد اما هنجيب مترين ونص لو هنعمل ملاية واحدة هنجيب خمسة متر لو هنعمل ملايتين والكلام ده لو هنحط الشريط مفروض بالطريقة دي لو عايزين نكشكش هنجيب للطقم الواحد تلاتة متر او تلاتة ونص او اربعة على حسب ما احنا عايزين ايمة الكشكشة لو عايزين طقمين بنضاعف الكمية سرين اطفال بنضاعف الكمية اللي احنا عايزين نجيبها وكل الكلام ده بيبقى على الكنار الواحد ان شاء الله هعمل لكم فيديو للكنارين لو عايزين نشتغل بالكنارين نعمل ايه هو الكنارين بيوفر شوية عن الكنار الواحد بس بصراحة زي ما حضرتكم شايفين كده الكنار الواحد بيبقى أتقل شغله بيبقى أجمل الكنار بتاعه بيبقى عريض بيبقى أفضل في الشكل بيطلع شكل أجمل ولكن هو مش موفر زي الكنارين ده اللي انا كنت حابة اقول له لحضراتكم طيب قبل ما اقفل الفيديو بقى بالنسبة للأماش هنجيب قدية أماش طبعا احنا عارفين ان الأطقم الفلات يعني احنا بنعملها أطقم فلات بناخد زي ما احنا كنا قلنا في الأطقم الفلات العادية يعني السرير الكبير 4.5 متر السرير الأطفال 6 متر لو عايزين نعمله بقرنش يبقى السرير الأطفال هيبقى 7 متر السرير الكبير هيبقى 5 متر لو ده الكلام ده 160 لو هنزود 170 يبقى برضو بنزود زي الطقم الفلات انا فيه على القناة أطقم فلات كتير كذا طقم كده اتفرجوا عليهم اعرفوا قص الطقم الفلات وانا برضو عمل لكم حلقات برضو فيها ازاي نعمل الطقم الفلات ومعايا الساري نعملهم مع بعض ازاي او ياخدوا كم متر بالزبط ان شاء الله يقول لكم الكلام ده بفيديوهات جاي اتمنى تكونوا استفدتوا معايا لو استفدتوا ما تنسوش بقى تحطوا لايك عشان كل اللي عايزة تسأل السؤال ده وكل اللي عايزة اجابتوا تشوفوا في الفيديو ده اتمنى لكم جمعا التوفيق اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته